ملف العقارات الآيلة للسقوط كل فترة مش فترات بعيدة بنسمع عن بنصحة كده مفزوئين على خبر سقوط عقار وجار البحث عن نجيين أسفل هذا العقار نكتشف بقى أن هذا العقار زي آخر عقار كده لما راجل كان بيهد جدار عنده في العقار في الدور الأرضي فرح موقع العقار كله على الناس اللي فيه عقار بقى سقوط جزء العقار سقوط كل مشكلة كبيرة نتجع عن إيه نتجع عن أنه كان فيه بناء مخالف لفترة من الفترات الناس زي ما بنقول كده بتبني على وش الأرض بدون بقى رخصة وبدون بقى يعني لجان هندسية ومباني مخالفة هذه المباني مخالفة بارتفاعات كمان هل هذا الأساسي قدر يشيل هذا الارتفاع العشر تدور والخمساشر دور أكيد طبعا إيه مفيش لجنة هندسية فبكل تأكيد هذا العقار هو مخالف وطبعا بكل تأكيد بيؤثر على حياة الناس وإنت بتشتري شقة ويجب عليك أنك تروح وتتأكد من ترخيص هذه الشقة أو ترخيص هذا المبنى اللي هي مظبوطة ولا لا دي حاجة من ضمن الحاجات المهمة إحنا وإحنا ماشيين بنشوف في بعض الأوقات كده على بعض البيوت المبنية جنب الدائري بتشوف في بعض الأوقات عقارات يعني إيه تلاقي مبنى كده وتلاقي التاني جاي كده دي مش محتاجة بقى أعتقد لخبير هندسية ولا محتاجة مهندس طب هذه العقارات ليه ما بتتهدش عشان نحفظ الأرواح الموجودة فيها عايزين نعرف إيه اللي تم في هذا الملف بالإضافة إلى قانون التصالح مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اللي منورنا إيه ساد النايب أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك هل هي المشكلة بس في البناء العشوائي والمخالف ولا في مشكلة تانية شوف هو مسألة العقارات الأيلة للسقوط أو التي يتم للأسف يعني سقوطها هو مكون من مكونات ملف كبير أوي اسمه منظومة العمران في مصر الملف ده الحقيقة إحنا ورصناه يعني إحنا حاليا الدولة الحالية النظام الحالي ورص هذا الملف بكل الآفات والتشوهات اللي فيه ده مكون بسيط أنا بقرأ عندي جلسة الحوار وطن إن شاء الله هتبدأ فيه بخصوص المحليات يعني فيه أكتر من ملف لكن أنا هشارك معهم في المحليات يمكن عايزة نتازل فرصة إن يا ريت إن إحنا نفتح ونحط على مئدة الحوار وطن يعني مع الدكتور دي والمستشار محمود فوزي يفكروا يحطوا منظومة العمرة هتقول لي يعني هي مستهلة أوي كده أقول لك ده هي أم المشاكل يعني الانطلاق الحقيقية للجمهورية الجديدة زي ما أنت شايف يمكن الناس بعضهم مش مستوعبين المدن اللي إحنا بنعملها مش مستوعبين أولويات وفق الأوليات وتلاقي بقى السوشال ميديا كل واحد يعني عايز في نفسه فكرة يقولها وده أمر ما عندناش مشكلة فيه وقناها كتير لكن هي الفكرة أن أنت محتاج أن أنت تستوعب عمقها بمعنى هكلمك في الجزء اللي أنت عملت فيه اللي فتتاحها في العمرات اللي بتقعها أنت سألت سؤال بسيط جدا ولكن هو محتاج إجابات وأجهزة كتيرة جدا إيه هو؟ هو ما ينفعش العمرة الآيلة للسقوط دي نخليها ونهدها حماية من الأرواح موضوع بسيط خالص هو؟ يعني مرتكي يعني وقف فين بقى؟ ينفع طبعا مشكلة التنفيذ فيه؟ مشكلة التنفيذ فيه أن أنت تخش جوه تفاصيله هي العمرة دي بتاعت مين؟ ولما هطلع الناس اللي فيها هيسكنوا فين؟ ومسؤولية تسكنهم على مين؟ وبكام؟ ماشي؟ ومين اللي هيبدل العمرة دي؟ ولما تتهد الأرض دي تبقى بتاعت مين؟ إفرد المالك مش قادر يبني مثلا؟ شوف شوف عليك فطب والناس عندها استعداد أساسا اللي جوه العمرة دي تسيب العمرة؟ يا سيدي العمرة هتقع عليك مش مقتنع مش مصدق أو ما عندوش الملاء المالية مثلا؟ عندهم فقافة كل حاجة كلها مع بعض واحد فقافة أن أنا اتعودت على شقتي وعلى بيتي وعلى فقافة أن سيبها على الله يا سيدي ونعمة بالله ولكن يعني ما هي طول عمرها أنا جيت لقيتها مشرخة وهي مزالك مشرخة واخدبها لحياتك إيه الجديد؟ شوية مطرة ممكن توقعها زلزال صغير ممكن يوقع أدي ده نوع مكون من مكومات السقوط في مكون تاني بالمناسبة المكون ده ممكن تكون عقارات أقيمت بطرخيص سليمة يعني مش كلها مخالفة ما نقول لك هي قسم المشكلة ماش البعد التاني أو العنصر أو النوع التاني من المشكلة اللي هي أن تكون العمرة برضو برخصة يعني الأول برخصة ولكن إدمت لسبب من الأسباب زي مصر قديمة أنت العمرات الميلة اللي أنت شفتها دي عمر في تراضي طبعا أو أعمال حصلت بجانبها خلت يعني أنت في مصر قديمة في عمرات فعلا ميلة يعني قدام المجمع تلاقي في عمرات ميلة فده أدي نوع النوع التاني اللي هي فيه ترخيص مباني صدر عليه ولكن بيجي لك نتيجة لغياب الرقابة والحوكمة المفترضة تكون موجودة في المحليات تلاقي حضرتك واحد اشترى محل أو واحد اشترى شقة في الدور الأرضي ويبدأ يعمل فيها شوية تعديلات وبيحصل السقوط واخد بالحقك رغم أن العمرات ممكن تكون تقدر أنها تشيله وزي الفوت بس حصل جريمة في المسألة دي وزمان قوي يمكن كان في عمرات شهيرة جدا بس انتبقى يعني سكندرية تحت هليوبلس عمرات هليوبلس دي كانت يعني ده كانت حدثة صعبة قوي وكانت بسبب أن فيه أعمدة اتشالت وغيرها وغيرها فده نوع تاني مين المسؤول عندي قولا واحدا الحي والتحاد الشغلين الانين مع بعض اتحاد الملاك يعني؟ اتحاد الملاك لأنه هو لازم يوقف توقف فيها مرة ملاش اتحاد الملاك يبقى الحي قد مشكلة كمان الحي واخد بالحقك ليه بقى هتقول لي طيب والحي يعمل ايه؟ الحي اللي بياخد بلاغ ومعظمهم الملاك بيقدموا شكاوي وبلاغات يبقى النوع الأول الحي هيعمل ايه؟ النوع الأول budget wise عايز انت مسألة فلوس عايز دولة تحط آلية معينة وممكن نرجع نتكلم طب هو انا ممكن اشارك في حوار الوطني في الحتة دي؟